تعرفوا قيمة تراث محي الدين ابن عربي بالنسبة إلى المنظومة الفلسفية والعرفانية والكلامية والأصولية والفقهية عندنا تقول لي سيدنا اجاب محي الدين للأصول كلامك الجواب هذه المباني التي نقحها في العرفان وفي الفلسفة جاءت إلى من أعزائي قولوا إلى من جاءت إلى مل صدرة مل صدرة مولانا خلالها رواية مننا ورواية مننا وآية مننا وآية مننا صارت شنو مولانا حكمة متعالية والحكمة المتعالية صارت مدرسة شيعية لو مدرسة سنية مولانا صارت مدرسة شيعية فعند ذلك بعد علماء الأصول والفقه والكلام عندهم حرج نفسي أن يأخذوا من مل صدرة لو ما عندهم حرج نفسي لأنه يأخذون من شيعي لو من سني فجاءت كل مباني محي الدين يسبحون الأصوليون والفقهاء بها ليلا ونهارا ولكنه في كتبهم الفقية مولانا يكفرونهم من حيث يعلمون أو لا يعلم طبعا أنا في اعتقادي من حيث لا يعلمون لا لا عموما لا يعلمون لأنهم محرمين الفلسفة والعرفاني ما يدري المباني العرفانية ما هي ولا لو يعرف المباني العرفانية يقينا ما كان قال ذيك الفتاوى البائسة مولانا في الرسالة العملية إذن أعزائي هم ليلة نهار ماذا يقولون مباني من مباني ابن عربي ويمدحونها ويسبحون بها ويترقون إلى مراتب العلم بها طبعا ثوابهم علما ها ابن عربي انت أسشتما في الدنيا ولكن الله يعلم من أسس لهذه ماذا لهذه النظرين طبعا المحققون عزائي يعرفون قيمته منه ابن عربي هاليوم أريد أخف عنده ثلاثة أربع كلمات من مولانا من المعاصرين حتى لنروح بعيد مولانا أريد أخف عندما يقوله شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة آملي عندما ما يقوله شيخنا الأستاذ شيخ جوادي آملي عندما يقوله السيد العلامة الطباطباي وعندما يقوله الشيخ المطهري مولانا اللي السيد الإمام أعطى ماذا ها شنو أعطى ضمان أن كل ما كتبه شنو بيخطأ لو ما بيخطأ لا ما بيخطأ قال كله مفيد ونافع هذن العبارات أم أحزائي موجودة أنا نقلتهم في التوحيد كتاب التوحيد في الحاشي أعزائي الجزء الأول صفحة 230 أعزائي 230 من كتاب التوحيد الجزء الأول أنا ما ذكرتها من مصادره لأنه أدري المصادر هذه كموا بأيدي الأعزة نقلتها من هذا المصدر حتى إن شاء الله يكون بأيدي الأعزة يقول هذه عبارة شيخنا الساشر حسن زادة آمون يقول فانتهى بعد ما يناهز العشرين عاما من البحث التنقيبي إلى ما يليه هو يقول شيخنا الساشر حسن زادة يقول بعد عشرين عام من التدقيق والتحقيق في كتب صدر المتألهين وبالخصوص الأسفار وفي كتب العرفاء وبالخصوص الفتوحات والفصوص انتهيت إلى النتيجة التالية ومن يقول واقعا لا ثانية لشيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة في عصرنا المعاصر أعزائي من حيث التحقيق ومن حيث مراجعة ومتابعة المصادر أعزائي واقعا لا ثانية له لا ثانية له الرجل لا ثانية له وأستاذ عدة علوم يعني إذا نريد أن نبحث عن علم أو عالم شمولي من مصاديق من شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة أعمل واقعا في الفلسفة في العرفان في الكلام في الرياضيات في النجوم في اللغة يتقن اللغة الفرنسية عجيبة شخصية استثنائية واقعا في النحو في الصارف في الفيق عند الرسائل الفقية بيودي أن الأعزاء يراجعون حتى يعرفون مستوى هذا الرجل ولكن لم يتصدى للمسألة التقليد انتهى إلى هالنتيجة قال التفجئين أنا ده أترجم أعزائي لأنه النسخة المترجمة هنا إن جميع المباحث الرفيعة والعرشية للأسفار منقولة من الفصوص والفتوحات كلما قال تحقيق عرشي يعني من ين ناقلهم من الفتوحات من الفصوص وبقية الصحف القيمة والكريمة للشيخ الأكبر وتلاميذه بلا واسطة أو مع الواسطة ثم يقول هذه عبارته إذا ما اعتبرنا كتاب الأسفار الكبير يعني هالتسع مجلدات مدخلا أو شرحا للفصوص والفتوحات فقد نطقنا بالصواب أصلا شرح هذا الكتاب هو هو ما عنده فردشيل هو ما عنده مطلب الرجل ولكن لأنه إحنا ما راجعنا الفتوحات والفصوص تصورنا الجديد من ين ها لمن لمن لا صدر هس عباراتهم أخرى أعزائي يشير إلى هذه الحقيقة هذا شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة أما شيخنا الأستاذ شيخ جوادي يقول في قبال المقايسة بينه وبين الشيخ الإشراق وابن سينا يقول إذا ردنا نسوف هذه المقايسة بين من التفت لجيدا بين ابن سينا اللي واقعا بعد هو شيخ فلاسفة الإسلام وبين شيخ الإشراق اللي واقعا في الثلاثينات كاتب حكمة الإشراق مولانا هذا الكتاب اللي الآن إلى يومنا هذا عليه الشروح دون الأربعين كاتب هذا الكتاب دون الأربعين هس يشوف مستواه العلمي أين كان شيخ الإشراق السهر يقايس بينهما شيخ جوادي بينهما وبين من؟ وبين ابن عربي يقول ابن سينا أنه ما سبقه إليه من قبله ولا لحقه من بعده هو الشيخ ابن العربي لا سبقه أحد من قبله ولا لحقه أحد من بعد شوفوا العبارة على اللحظة لا يرقى إليه أحد من بين معاريف أهل العرفان ولا له نظير منذ عصره حتى الآن لأن جميع ما قاله الآخرون منه؟ فلاسفة متكلمين عرفاء ما أدري أصوليين شهد ريدي ونتكلمه مولانا لأن جميع ما قاله الآخرون وكتبوه بالعربية والفارسية نثرا كان أو نظما في الماضي والحاضر بعد شهد ريدي مولانا عربي فارسي نظما نثرا بعد مولانا في الماضي والحاضر يعد بضعة إلى بحر محيدين المواج هسنا ما تقول بيني وبيننا الشيخ جوادي يا مولانا مولائي ما يعرف الولائيات ما يعرف مدرسة أهل البيت ممفسر أكبر مفسر الآن واقعا هذا التفسير ما لأيلي إلى الآن طلع يمكن ثلاثين خمسة وثلاثين مجلد هذا يقع في سبعين مجلد أكبر دورة تفسيرية إلى يومنا هذا طبعا إلا إذا وجدنا تفسير الشيخ ابن عربي لأن ابن عربي عنده تفسير في مئة مجلد مع الأسف إلى الآن لم نعثر عليه المهم إذا ذاك ما وجدوه فأكبر تفسير يا تفسير أعزائي تفسير شيخنا الأستاذ شيخ جوادي التسليم بل سؤال هذا الرجل ده يقول هذا الكلام أعزائي مو الإنسان يعني أنتو عندما تنظرون إلى تراث شيخنا الأستاذ شيخ جوادي بيني وبين الله متعدد الأبعاد في مختلف الأبواب هو يقول بأنه بضعتهم إلى بحر محيدي تعالوا معنا إلى من أعزائي تعالوا معنا إلى أستاذ هؤلاء جميعا السيد طباطا شوفوا ذاك بعد شيء هذا كم أكو أحد شك أنه موالي مفسر عالم متكلم فيلسوف أكو شك في هذا بيني وبين الله أكو شك في هذا هذه العبارة ينقلها عنه من ينقلها عنه الشيخ المطهري أعزائي في شرح مبسوط المنظومة اللي بالفارسية أعزائي أنا من الموسوعة ما لتأنقلها المجلد التاسع أعزائي في صفحة مائتين واثنعش أعزائي هناك يقول بأنه هذا محي الدين ابن عربي أساسا فالشخصية استثنائية بعد ذلك أبين كلام مطهري يقول يعني يعني مل صدرا أمثال أبو علي سينا رادر مقابل محي الدين بهي تشمي شمارد يقول إذا قايسنا بين ابن سينا وابن عربي محي الدين ابن عربي فهو الصفر مولانا على اليسار ابن سينا هذا من يقول يقول مل صدرا عن من يقول عن ابن سينا وابن عربي سيد الطبطبائي مثلا ماذا يقول يقول يا مسلا علامي طباطبائي معتقدا كأصلا در إسلام هيتشكاس نتوانستأست يقصا طرمانا دمو حي الدين بهي ضرد لم يستطع كل علماء الإسلام بعد محي الدين أن يأتوا بسطرا مما سطره هذا الرجل طبعا فيه مبالغة من الواضح فيه مبالغة ولكنه أريد يتضح للعزة أنه عظمت هذا الرجل وكبر هذا الرجل وعلم هذا الرجل الآن ماذا أتكلم هزا باشرة سني شيء آبدا البحث آخر مرتبط بالفروح أنا ماذا أتكلم الآن في الفروح أنا دا أتكلم ماذا في المعارف أعزائي لا علاقة لي الآن يصلي هذا الشكل لو يصلي هذا الشكل أنا شاهد من أنه كيف يصلي الآن التفتول يا عزة هذا كلام من السيد الطباطباي أما الشيخ المطهد شيخ المطهد يقول يقول أساسا محي الدين خيلي أعجوبة أست مو فقط أعجوبة وإنما ماذا خيلي أعجوبة هذا الذي الآن تراث وأنتم تتفاخرون به بينكم وبين الله الآن يوجد أحد في العالم الشيعي خصوصا في الواقع الإيراني واللغة الفارسية لا يتفاخر لا يفتخر بتراث العلام المطهري أكون أحد الآن تراث المترجم أكون أحد لا يفتخر به وهو دا يقول هذا الكلام يقول مو عجوبة وإنما ماذا خيلي أعجوبة خيلي أعجوبة خيلي أعجوبة ليش مولان ليش خيلي أعجوبة يقول مل صدرا هم همن طورة يعتقد في مل صدرا هم همن طورة طبعا نحن لا نعتقد اعتقاده فيكون في علمكم نعم نوافقه في من في الشيخ الأكبر ولا نوافقه في مل صدرا نعم بين وبين الله حكيم كذا أما هذا الوزن الذي أعطي له وكم تردر مغرب بإسلامي بودأست محي الدين مثل همي النوابغ همي النوابغ ما نندخدش أصلا محي الدين مو هو كل النوابغ على هذه الطريقة ما هي طريقتهم التفتولي جيدة جزء إن كدر فأوبا يدقفت شقفت أصلا ما نقدر جملة أخرى عندما ننظر إلى هذه الشخصيات العلمية إلا أن نقف هكذا نفتح أفواهنا ونتعجه عجيب نقول عجيب شقفت يعني ماذا عجيب أصلا غالبئ أشخاص دارهيج قالبي نمي جونجاند يقول متل تستطيع أن تؤطره في إطار معين ساعة تجده هنا ساعة تجده هنا ساعة تجده هنا لماذا لأن هذا الفكر فكر ثابت له جوال جوال كل ما فكر نقله من مرحلة إلى مرحلة أخرى ومن هنا يصل إلى هذه النتيجة يقول على هذا الأساس نحن لم نجد في مثل هؤلاء اختلف في شخص كما اختلف في من في محيي الدين فبين لأنه لأنه يمكن تأطيره في إطار أو لا يمكن وهذه الوجود الشخصية تقول بابا هاي متقلب لا لا متقلب هذا شيخ صاحب الرسائل شيخ الأنصاري كونوا على ثقة المحققين وأنا سمعته هذا من شيخنا الأساس الشيخ الوحيد الله يحفظه ويطيل في عمره عرفت شو كان يقول كان يقول الشيخ الرسائل كتاب لا يصلح للدرس ليش يقول لأنه الرسائل الشيخ الأنصاري كان بحرا مواجا في صدر الصفحة يقول المطلب في آخر الصفحة ينقذ ذاك المطلب احنا نقول شو هاي تناقض لا لأنه ما كاتب كتاب درسي كلاسيكي هو ما عنده أفكار شايفين مولانا بعض الأنهار ساكنة وبعض وعندما تروح للبحر شو تشوف مولانا البحر شن هو ساكن له مواج آنا واحد ما تلقى أمواجه متساوية بشكل واحد في كل آن موج الأول يختلف عن الموج الثاني الثاني يختلف عن الثالث هذا اللي يسمو البحر المواج بعض حرفا شن كأزقو شنيدة شدس شايد أزمن يقول بعض الكلمات مالتا في أسفل السافلي وبعض يدر مقابع عالي ترين وبر أو ترين حرفا أزقو شنيدة شدس عد هذول مرضى القلوب ماذا يفعلون يروح إلى تلك الكلمات الكذائية فيقول هذا محيد دين خب كما هذا محيد دين ذاكم شن خب ذاكم محيد دين لماذا إذا انتم مريض لو مريض لو مغرض لو جاهل بعد ما عندي تعبير آخر وإلا لو عالم تقول بيني وبين الله كما قال هذه هنا قال تلك ماذا هنا إذن أعزائي هذا بنحو الإجمال هذه الشخصية هذا إنما قلته للأعزاء أعزائي بيني وبين الله طبعا هاي الأفكار بعد التضح للأعزاء هاي الأفكار التي أسس لها من ها ابن عربي وشرحها من ها ملا صدراء هذه بعد أن صارت نظريات الإمكان الوجودي والإمكان الفقري وين جاءت مولانا أين جاءت وفي الوصول الفقه ما أن بعد موجود ألا بعد قران للأعزاء قران كلمات السيد الخوة قران المحقق الأصفهاني قران كل وقران ولكنه أنت من جهة تفتخر بهذه النظريات ومن جهة أخرى ماذا في الرسالة العملية ماذا تفعل ها تكفره وتحكم بنجاسة هذا الذي أعبر عنه أنا بنظرية تجذير المسائل أنتو هاي المسألة يجب أن نعرف من أين جاءت طبعا نذاكر شواهد كثيرة في التوحيد وفي كتب الأخرى أيضا